زي مسألة التوسل بسيدنا النبي صلى الله عليه وآله 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 بالاستغاثة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمير المؤمنين في الحديث قاضي القضاء شيخ الإسلام بن حجر العسقلان في ديوانه يقول رسول الله يا خير البرايا بجاهك أتقي فصل القضاء فقل يا أحمد بن علي نذهب إلى دار النعيم بلا شقائن شوف الجمال وشوف الإحساس الحافظ أبو عمر بن الصلاح إمام المحدثين في حصره صاحب مقدمة علوم الحديث بقول ومن معجزاته المستمرة بعد انتقاله صلى الله عليه وآله وسلم استجابة الله لاستغاثات المستغيثين به عند قبره الشريف جعلها من المعجزات كل هؤلاء كفار شوف نقلوا هذا الذي ادعوه خلافا وهو ليس خلافا أصلا ده متفق عليه لأن كل الأمة عارفة أن سيدنا النبي حي وحياته أرقى بدليل أن كل مسلم بألف كل صلاة السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وإنما يخاطب من يسمع الخطاب ويرد الجواب ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام يبقى هو صلى الله عليه وآله وسلم في وصلة الروحية دنا يؤموا يكفروا ويفسقوا وإذا تمكنوا من السلاح يفجروا ويقتلوا إيه العبت ده؟ ما هذه النابتة الفاسدة التي تريد أن تهلك الأخضر واليابسة من أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إبقى لهم فهموا فقها ولهم فهموا عقيدة واختلط عندهم الحابل بالنابل وأصبح التكفير أساسا وأساء الظن بأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأوقعوهم في الحرج فنسأل الله أن يهديهم أو يرديهم لفضة فوك يا دكتور محمد شكرا جزيلا لفضل دكتور محمد وسام شكرا جزيلا للمشاهدة